موسيقى صباح الخير مشاهدينا برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الثانين 13 نيسان ايبريل 2015 بسعدنا رحب بضيفنا بستوديو السياسي والاعلامي محمد عباد صباح خير أهلا وسهلا فيك بداية لابد ان نعزي عائلة بريدي والجسم الفني والجسم الاعلامي وكل اللبنانيين بوفاة العريس عيسام بريدي وان شاء الله تكون نفسه بالسماء وان شاء الله تكون يعني مثل ما عيسام كان كتير عبرة لكتير شباب ولكتير من الجيل اللي هو منه انه هو من جيل اللي طلع من الحرب الاهلية نحن ب13 لسان وكان بديو يوصل الفرحة والبسمة والصورة الحلوة عن لبنان ان شاء الله يكون بوفاته كمان وصل رسالة لكل هيدا الجيل الشاب ونكون تعلمنا انه فعلا السرعة اول من تصطاد تصطادنا النا وقافينا نقول غير انه الله يرحمه واهلا وسهلا فيك اليوم معنوينا السياسية اكيد رح نحكي عن بذكرى الحرب الاهلية هل نحن على شفير حرب في لبنان او حتى لانه بالمنطقة كلها مشتعلة او انه لا بالعكس نحن فعلا تعلمنا من دروس وعبر الحرب الاهلية ايضا رح نتوقف بالاتفاق النووي الايراني واناكساته على المنطقة الحرب في اليمن وفي الشؤون السياسية الداخلية انتخابات رئيسية مؤجلة غير مؤجلة حوار بين مستقبل وحزب الله وايضا بعض العنوين الامنية رح تكون بحوار بحثنا ذلك نسمح لبداية ان ننتقل الى زميتك لا رجحة ومجزة اهم الاخبار شكرا لك نانسي اهلا بكم يصلوا الى مطار بيروت قبل ظهر اليوم عبر طيران الشرق الاوسط السائقون ثمانية وهم عبيد محمد اللويس وشقيقه حسين واحمد قاصم الظاهر وعلي سرحان وهم من عشيرة اللويس في البقاع وبدر علوان ومصطفى ابو عروي ومحمد ابراهيم حمزة وعبد الحميد الحوري من طرابلس وكان وزير الزراعة قد اعلن انه بعد سلسلة اتصالات اجراها خلال الاثنتين والسبعين ساعة الاخيرة نجح السائقون بالعبور الى الاردن وشكر شهيب في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي شكر الاردن ورئيس حكومته ورئيس الديوان الملكي ووزير الداخلية الاردنية على تجاوبهم مع المساعي الحثيثة التي بذلها رئيس الحكومة مام سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وسفير الاردن في لبنان نبيل مصار والقائم باعمال السفارة اللبنانية في عمان علي المولى وطمأن الشهيب الى ان السائقين بخير وسيصلون اليوم الى بيروت منوها بكل من ساعد على انتقالهم الى الاردن سالمين واملا عودة احد السائقين الذي لا يزال العمل جاريا لمعرفة مكان وجوده وعودته سالما تمنت قوى الامن الداخلي على السائقين التروي في القيادة بسبب الامطار لتجنب حوادث الانزلاق وفيما اعلنت ان طريق ظهر البيدر مقطوعة بسبب انزلاق عدد من السيارات وتعمل القوى الامن الداخلي على ازالة السيارات افادت بان طريق ترشيش زحلي مقطوعة بسبب تراكم الثلوج في دغريدة له قال الرئيس سعد الحريري الذي وصل الى الدوحة للقاء المسؤولين القطريين في الذكرى الاربعين لاندلاع الحرب في لبنان ان لبنان لم يخرج من الحرب الاهلية ليدخل اتون الحروب العربية ولا يمكن ان نحميه اذا لم نتوقف عن الذهاب الى الحرائق المحيطة تمكنت فرق الاطفاء والاسعاب في الدفاع المدني معززة بالعناصر والاليات من السيطرة على حريق اندلع ليلا في غرفة كهرباء داخل مبنى في حي السلم الضاحية الجنوبية وامتد الى غرفة الناطور الذي تمكن من الخروج قبل وصول النيران اليه وعملت الفرق على اخلاء سكان المبنى المؤلف من اربع طبقات واسعفت اربعة مواطنين اصيبوا بحال اختناق الى ذلك تم نقل طفلتين الى المستشفى نتيجة تأزم حالتهما اثر تنشق الدخان الناتج عن الحر اعلن الناطق الرسمي باسم عصفة الحزم العميد ركن احمد عسيري في مؤتمره الصحفي اليومي في الرياض انه تم استهداف مناطق تخزين وقود تابعة للحوثيين وكهوف يستخدمونها مراكز عمليات لافتا الى ان الحوثيين يحاولون جرى المعركة الى الحدود السعودية كاشفا عن اشتباك مع عناصر حوثية في قطاع نجران السعودي نحن نعلم ولدينا من الادلة شيء الكافي ان من يدرب ويمول ويدعم هذه الميليشيات هي الحكومة الايرانية والميليشيات التابعة لها مثل حزب الله ولذلك تواجدهم بين المقاتلين التابعين للميليشيات الحوثية امر غير مستبعد باحصائية اولية قوات الجوية للتحالف نفذت الى ظهر هذا اليوم ما يقارب ال 1200 طلع جوية وصل وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد السعودية عبدالله بن عبدالعزيز اهل الشيخ الى باكستان بعد يومين من رفض البرلمان الباكستاني طلبا سعوديا بارسال دعم من اجل تدخلها العسكري في اليمن وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة قام بها وزير الخارجي الايراني محمد جواد ضريف الاسبوع الماضي وحث باكستان على دعم الحوار في اليمن بدلا من ارسال قوات لا بد ان نؤكد ان المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الاسلامية هما بلد واحد وعلاقاتهما من تأسيس المملكة ومنذ تأسيس دولة باكستان وهي علاقة قوية ومتميزة ومستقرة ودائما من حسن الى احسن وتعاون في جميع المجالات وعبر جميع الاصعدة هذه شون خاصة بالباكستان ولكن احنا دائما نطمع لان يكون باكستان مع المملكة العربية السعودية في كل الظروف وفي جميع الاحوال مع المملكة السعودية لان المملكة العربية السعودية هي بلد الحرمين الشريفين وباكستان هي ثاني اكبر دولة اسلامية من حيث عدد السكان وبيننا وبين باكستان هو في القمة دائما لفت قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان في تغريدة له عبر التويتر الى ان زعيم المتمردين الحوثيين باليمن عبد الملك الحوثي قتل السبت مؤكدا انه تم تشييع الجنازة ومعتبرا ان اختفاء الحوثيين في اليمن الان دليل عزا قالت المفاوضة الاوروبية للعدل فيرا جوروفا انما بين خمسة الى ستة الاف اوروبيين سافروا الى سوريا للانضمام الى الفصائل المسلحة وفي مقابلة مع صحيفة لوفي جارو الفرنسية نشرت اليوم قالت جوروفا على المستوى الاوروبي نقدر الذين ذهبوا الى سوريا بحوالي خمسة الاف او ستة الاف شخص بينهم الف واربعمائة وخمسون من فرنسا الا انها اعربت عن خشيتها من ان تكون هذه الارقام اقل بكثير مما هي عليه فعلا واكدت ان المفاوضية الاوروبية تعتزم التشديد على الوقاية اكثر من القمع لان القمع يأتي متأخرا جدا وسافر الى سوريا عدد كبير من الشبان الاوروبيين حيث انضموا الى مختلف الفصائل المسلحة من بينها تنظيم داعش طلب وزير الخارجية الامريكي جون كاري الاحد من الكونغرس افساح المجال امام انجاز المفاوضات حول برنامج ايران النووي من دون تدخل وسط تهديدات بفرض عقوبات جديدة على طهران وقال كاري لمحطة سي بي اس انه سيطلع المشرعين اليوم وغدا على الخطوط العريضة للاتفاق الايطار بين ايران والدول الست حول برنامج طهران النووي الذي تم توصل اليه في لوزان في الثاني من نيسان ابريل بعد ثمانية ايام من المفاوضات وقال كاري ردا على سؤال حول التصريحات المختلفة التي يدلي بها المسؤولون الايرانيون الذين شاركوا في المفاوضات بشأن ما اتفق عليه ساعرض الحقائق مضيفا ان كل ما عرضته هو الحقيقة وانا مصر عليها وفي النهاية فان الاتفاق النهائي هو الذي سيحدد الامور اعلنت شركة طيران جيرمين وينغز انه تم اخلاء احدى طائراتها التي كانت متجهة من المانيا الى ايطاليا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بسبب تهديد بوجود قنبلة واشارت الشركة الى ان قائد الرحلة المتجهة الى ميلانو كان يتحرك بالطائرة ببطء على مدرج المطار عندما تلقى اتصالا من برج مراقبة الحركة الجوية في مطار كولونيا لالغاء الرحلة واضافت انه تم اخلاء الطائرة ايرباس اي ثلاثمائة وعشرين من الركاب البالغ عددهم مائة وستة وعشرين وطاقا بطريقة منظمة واكدت ان الشرطة الاتحادية طلقت التهديد بوجود قنبلة الى ان الشركة اكدت لاحقا ان تفتيش الامتعى والطائرة نفسها لم يسفر عن اي نتاج هذا كان كل شاء في الموجز العودة الى الزميلة ناس السبع والحدث شكرا كلارا مشاهدين ابرحب فيكم مجددا ونبدأ حوار النماء السياسي والاعلامي محمد عباد استاذ محمد اهلا صالح فيكم مجددا بداية من الحرب الاهلية 75-40 سنة حضرتك عشت الحرب وعيشت الحرب وعيشت ظروف الحرب بتلاقي ان لبنان ممكن يعيد تكرار تلك التجربة لا بعتقد صعب يبدو يعني حتى من تطور الوقائع اللي صارت مؤخرا ان اللبنانيين او على الاقل القيادات السياسية اللي كانت موجودة خلال الحرب واللي جزء كبير منها مازال حتى اليوم موجود في السلطة السياسية يعني شي بالدولي وشي خارج الدولي انما بالحياة السياسية العامة يبدو انه ما شايفين قلون مصلحة باخذ الامور في البلد الى حرب الى مواجهة رغم انه يعني التعصيب على المستوى الشعبي لدى الطواف والمذاهب قائم بشكل او باخر هذا التعصيب والحساسية السياسية والطائفية والمذهبية موجودة انما عم بظل في الى ضوابط يعني من ان تتفلت وانه تنتقل او تترجم بصراعات ميدانية بالسلاح يمكن تجربة موضوع اليمن مؤخرا رغم كل يعني الخطابات اللي صارت والردود من الطرفين وعني بذلك يعني تحديدا حزب الله والمستقبل واضح انه لا افق لهذا النقاش او لهذا الجدال او لهذا التحدي بصوت عالي يعني كل من الطرفين عبر عن ما اقفوا فيما يعني العدوان على اليمن كل واحد من وجهة نظره حكما هذا الموضوع اخذ او له انعكاسات في نفوس جمهور الطرفين انما الطرفين مصران على ان يستمروا بالحوار واعتقد هذا ما سيحصل يعني وبالتالي لا افق لهذا النقاش او لهذا التفكير بصوت عالي او للمواقف اللي اعلنت من الطرفين حول العدوان على اليمن فما بشوف انا بصراحة انه نحن امام تحدي عودة الحرب نحن امام تحدي من نوع اخر لم ينجح في تحقيقه اللبنانيون هو موضوع بناء الدولي بسنون حضرتك عم بتقول نحن مش امام تحدي عودة الحرب اولا الكل اللي بيقول انه كانت حرب الاخرين على ارضنا او الكل يجمع بيجمعوا انه هيك كان المشهد شو اللي بيمنع اليوم بما انه الاخرين كلهم عم متقتلين يعني انه كمان توصل الحرب المشتعلة حولنا لعننا للبنان اللي بيمنع عدة امور اولها انه هناك توافق ضمني دولي واقليمي بعدم نقل حروب المنطقة الى لبنان او ضم لبنان كساحة الى الساحات لانه تفجر الساعات يعني كل واحد انطلاقا من اعتباراته يعني خلينا اذا بدي احكي عن الامريكان مثلا والاوروبيين اول مسألة عندهم ان هذه الحرب ستكون لها انعكاسات على الامن الاسرائيلي فهذا عائق او هذا سبب خصوصا ان اسرائيل ليست في مرحلات بدايات الحرب الاهلية بلبنان التفوق العسكري بعد هزيمتها بلبنان نتيجة انسحابها بالعام 2000 وبال2006 هزيمتها بحرب تموز وبالتالي ليست اسرائيل في موقع ان تؤثر في الحرب اللبنانية لبنان او اذا حصلت اي مشاكل في لبنان ستتأثر اسرائيل بما يجري في الداخل اللبناني سلبا بمعنى انه ممكن ان تتعرض لصراع او لمواجهة مع لبنان من جانب اخر لانه طرف مثل المقاومة اذا وجد ان الخيار بين ان يتورط في حرب اهلية داخلية او يذهب الى مواجهة او حرب مع العدو الاسرائيلي حكما رح يفضل الثانية ورح يروح على حرب مع اسرائيل بدل ان يتورط في حروب داخلية وكل التجارب تثبت ذلك السابقة يعني فهذا نقطة من جهة تهدام من جهة العربية اصلا الدول اللي كانت لها ايدي في الحروب الداخلية اللبنانية ولاحقا في التسويات من خلال اتفاق الطائف كلها دول يعني داخلي في حروب يعني اليوم سوريا في حرب العراق في حرب السعودية دخلت حرب لنهاية منطقية لها يعني كل المنطقة تعيش حروب الدول الفلسطينيين عايشين ازماتهم الداخلية بدءا من الداخل الفلسطيني فيما يعني السلطة وصولا الى المخيم اليارموك وبالتالي كل الاطراف التي كانت تعمل في الداخل اللبناني او شريكة في اصراع الداخل اللبناني كلها مشغولة بظروفها وبواقعها يمكن هذه واحدة من الامور اللي انعكست يعني اجابا على الوضع اللبناني وتركت مساحة لللبنانيين انه يظلوا يفكروا بعقل وان لا ينجروا للصراعات الاقليمية هل هذا لا يمنع الخطاب السياسي والاعلامي العالي النبرة رح ندخل الى الخطاب السياسي لانه المفارقة هو اول من ايد الهدوان السعودي على اليمن عم بحاول يلبس الامور وكأنه يعني حرب عربية بين الطرفين اللي عم تعطى اللبوس انه حرب عربية ضد الوجود ما سموه ويعتبروه الوجود الفارسي والهيمنة الفارسية يعني عرب ضد فرس هذا اللي عم نسمعه بالخطاب السياسي يعتبروا البددنيا وفيهم يعتبروا البددنيا بس مش هيدا الواقع لانه اليوم الوضع باليمن هلأ رح نحكى له اكثر تفصيلا يعني الوضع باليمن لا يتعلق بالتمدد الايراني او تمدد النفوذ الايراني في المنطقة العربية بقدر ما يتعلق بالواقع اليمن الداخلي اللي صار مرفوض لدى اليمنيين ان يكونوا رعاية تابعين للنظام السعودي وان يحكموا بطريقة غير مباشرة من خلال بعض الادوات لهذا النظام هلأ بتوصيف الرئيس سعد الحريري بس هذا الانكسام لا يقصد فقط على الولاق السعودي بالنسبة للبعض هو انكسام يعني تاريخي وحتى يعني المستجد فيه انه كل الاطراف اليوم في اليمن كما في لبنان نتهم بعضنا البعض بانه نحنا كل واحد تابع انه فيه ناس باليمن تابعين او يتهمون بالتبعية لإيران بس الجيش اليمن ما له علاقة بهالموضوع يعني الجيش اليمني اللي اليوم فقدت السعودية او النظام السعودي فقد السيطرة عليه لا علاقة له بإيران اذا كانوا الحوثيين على علاقة صداقة او علاقة او تحالف شو ما بدون يسموها مع ايران هذا امر لا ينسحب على الجيش اليمني وبالتالي الجيش اليمني خرج من قبضة النظام السعودي والقوى اليمنية اللي كانت تراهن عليها السعوديين مثل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وغيرهم اللي هني كانوا وراء عملية تفجير اللي حصلت لإله ومن ثم اخذوه للاستشفاء والطبابة عندهم وعملوا هالتبديلات لإعادة تركيب السلطة بما يحفظ المصالح السعودية في اليمن ما نجحت العملية واخر شي تبين ان الجيش لا تمسك او لا يمسك به النظام السعودي ولا حتى الولايات المتحدة الامريكية واختار ان ينحاز الى الموقف الشعبي يعني اليوم ما في الواحد يجي يشوف يعني مئات الالاف من المتظاهرين اثناء العدوان اثناء غارات العدوان على المدن اليمني ويجي يقول انه هاي دي مجموعة قليلة من الشعب اليمني عم تعمل كذا طيب اذا كان هذا الوضع صحيح ليش عم تضربوا كل اليمن ليش عم تضربوا عدن بقدر ما عم تضربوا سمعها لانه كمان التبرير انه تصار في تواجد للحوتيين واستطاعوا ان يسيطروا في عدن كمان انتقلنا على الموضوع اليمني لا انه هي انتقلنا على الحرب العربية لا بعتقد انا توصيفه للرئيس سعد الحريري في غير محله لا هذا رأيه هو حر ورأينا مخالف اكيد لهذا الموضوع انما رأيته مخالف انه ما في حرب عربية اي ما في حرب عربية على العرب او في حرب يعني ركبت من قبل النظام السعودي على دولة عربية اخرى وتشابه تماما بس ليش عم تحصروا فقط بالسعودية يعني انه بقم يتقل الشيخ كل الحاضرين ايدوا لا خليني اقول لك هذه وتشابه تماما حرب صدام حسين على الكويت الفرق انه استطاع صدام حسين ان يجتاح الكويت والسعودية دفعت اسمان في السابق ودفعت اسمان في اللاحق لموضوع حرب صدام حسين على الكويت لا لما بنحكي قمة شرم الشيخ كان فيها كل الدول العربية لما انا بدي اجي احكي عن السودان انها يعني دولة عربية شريكة في الحرب يعني ضحك علينا الناس يعني لانه معروف انه هذا عمر البشير يسعى الى سحب التهم الموجه له من المحكمة الجنائية الدولية وهناك دعم مصر خلينا اذا ما نوصف وضع مصر الحقيقي وفق معطيات انا ما بحكي تحليل بهذا الموضوع المصريين او السعوديين ضغطوا كثيرا على المصريين للدخول في هذا الموضوع صار فيه مشاركة مصرية محدودة من وقت الى اخر في الطيران وتواجد في البحر انما وقت اللي الملك سلمان استقبل او استدعى للاستضافة شخصين او قوتين في المنطقة بيعتبرون مصر وتركيا من خلال الرئيس السيسي واردوغان او نقطة الاساسية اللي نوقشت انا ذاك ولم تظهر الى الاعلام انما من كان يتابع في الكواليس السياسي كان يعلم انه ناقش معهم موضوع اليمن وكان التركيز على نقطة اساسية اللي هي اعادة تعزيز وضع ما يسمى هذا الرئيس عبد ربه منصور هادي وحزب الاصلاح اللي هو حزب الاخوان المسلمين اللي كان عم بيحاول يقنع الملك سلمان الرئيس المصري بانه هودا الحزب ممكن ان يشكلوا ارضية للبناء عليها لمواجهة الحوثيين من الجهة التانية وكان الاتجاه السعودي الى تقسيم اليمن بين جنوب وشمال من جديد والتركيز على او الشغل على موضوع كيفية اخراج منصور هادي من الاقامة الجبري اللي توضع بها مع كل طائم الحكومة اللي كانت موجودة مع اردوغان لم تنجح هذه المحاولات نجحت مع الرئيس السيسي بشكل محدود مش بشكل موسع وقت اللي اخذ القرار السعودي بالعدوان اجتمع المجلس العسكري المصري وابلغ الرئيس السيسي المجلس العسكري يعني الجيش يعني كلنا بنعرف انه هو اصلا اوصل الجيش الى موقعه وهو يمثل هذه الحالة حتى اليوم فالمجلس العسكري ابلغ الرئيس السيسي ان هذه هي حدود التورط المصري في الموضوع السعودي او العدوان السعودي على اليمن استذكارا او بناء على استذكار لموضوع اليمن السابق مع الرئيس جمال عبد الناصر رغم اختلاف المواقع عن ذاك في المواجهة وامر اخر ان مصر اصلا لديها ازماتها الداخلية عم بتم الضغط عليها من البواب الاقتصادية يعني عملولون السعوديين ما سمي مؤتمر دعم الاستثمار في مصر اللي تراوحت ارقام اللي عن موضوع المساعدة اللي لم تترجم حتى اليوم شيئا 80 مليار وشيئا 120 مليار وشيئا 160 مليار انه خرجت مصر بسلت دعم لهذا انما حتى اليوم لم تترجم فستعمل هذا الموضوع على مصر انما في مصالح استراتيجية لمصر عادة من يقرر هذه المصالح الاستراتيجية دائما عم بكون الجيش هذا لمسناه في الثورة مصالح استراتيجية بعدم التورط في حروب عربية داخلية بس تورطه يعني اليوم اذا بتسمع الخطاب المصري من لحظة اعلان الرئيس السيسي عن ما يعرف القوة العربية المشتركة قبل كمة شرم الشيخ بانه في نية ليه كي تكون القوة العربية المشتركة هي احدى ابرز ابرز ثمار اليوم الخطاب الاعلام المصري والسياسي عم بيقسم الشرق بين فروس وبين عرب ما فيهون هذا الخطاب الهجومي على ايران يسمع فيه كل او في معظم الوسائل الاعلامية المصرية خلي نقول انا ما قلت ما فيه طورط قلت الطورط حتى اليوم محدود الطورط المصري لم يتحول الى ما يرغب به ويأمل به السعوديون وهو الطورط الميداني البري بمعنى ان تكون السعودين بعد ما نزلوا بتطورط ميداني بري ما فيهم ينزلوا لانه ما عندهم شي ينزلوا فيه هني هني ما عندهم شي ما عندهم قوة ميدانية برية سعودية خالصة يقاتلوا فيها هني بدهم المصري والباكستاني يقاتل معهم على الارض الباكستاني حسم الموضوع وهلا بنحكي عنها عندهم المصري في هذا الموضوع بعدهم متكلين عليه لانه التركي يعني عمل موقف وتراجع عن هذا الموقف بطريقة وراح أردوغان على إيران يعمل تسويات وحلول مع الإيرانيين وطلع ببيان مشترك مع الإيرانيين أن الحل هو في الحوار الداخلي والحل سلمي وليس عسكري في اليمن لذلك أنا ما عم أقول مصر ما تورطت أم أقول مصر تورطت إلى حدود في هذه المواجهة حتى اليوم في أمرين ما عم تقدر القيادة المصرية أن تأخذ منهم موافقة أو فيه جهتين الشعب المصري اللي رغم كل التعبئة الإعلامية عنده مخاوفه نظرا لظروفه الداخلية يعني عايش بين هاجسين محاولة تجميل مسألة المساعدات الخليجية لإله والقول أنه أننا محتاجين وبالتالي بدنا نساير الخليج ومن جهة تانية أن التورط الميداني على الأرض بحروب وبمشاكل هذا موضوع رح يوضع مصر كمان أمام مأزق عربي كبير ومأزق إسلامي كبير وهذا هاي الشعب عم نحكي الطرف الآخر اللي هو المجلس العسكري اللي لحد اليوم لم يعطي الضوء الأخضر في أي مشاركة في عمليات برية على الأرض هذا اليوم في استبعاد ليكون هناك أي تحرك بري وبالتالي مصر عمليا تورطها محدود في هذا الموضوع الباكستان اليوم أخذت موقف واضح نتيجة المخاطر الداخلية بالأول يعني ما ننسى بتركيبة الشعب الباكستاني كمان في تركيبة مذهبية وفي تركيبة يعني يعني مش سهلة لأنه لأنه أي تورط كمان باكستاني في هكذا موضوع حكما سيؤدي إلى أشكالات داخلية أن لم يكن إلى حرب واسعة داخل الباكستان يعني في مخاطر عدا عن مسألة المصالح اللي تتعلق بالنفط بشكل رئيسي الديون اللي هي موجودة لإيران على باكستان نتيجة عدم التزام باكستان بإنجاز أنبوب النفط اللي المفترض أن يصل بين البلدان والاستفادي من النفط الإيراني إلى جانب مصالح استراتيجية أخرى تتعلق بالتفاهم المشترك الإيراني الباكستاني حول موضوع أفغانستان وبالتالي الباكستان أخذت موقف محايد وكان هذا متوقع عملت التزام معنوي لنكون واقعيين أنه إذا تعرضت المملكة العربية السعودية إلى خطر نحن بس مين بده يهاجمه هني عم يهاجمه هني عم يقصفه ويضربه لا تعتبر أنه اليوم سيكون الخطر على داخل المملكة العربية السعودية هلأ منجي لها هلأ منجي لها بيجي عنا البلد التالت تركية تركية اليوم بوضع كمان بعد فشل في إعادة التموضع خلوهم بعد فشل يعني فشلها في تحقيق طموحاتها في سوريا والعراق من خلال يعني إسقاط النظام في سوريا إيجاد منطقة عازلة في ريف حلب ومحاولة الوصول إلى حلب نفسها بعد فشلها في رغم كل فتحة اللي عملتها بالموصل لجماعة داعش وغيرها في تحقيق يعني تغيير في الداخل العراقي حكما بدأت تعيد التموضع وتذهب إلى التسويات القوة اللي هي قادرة أن تتفاهم معها لأنه تركيا ما شايف يعني صراحة تحديدا شخص أردوغان ما شايف العرب قدامه ما بيطعط معهم على أنه هن حيثية موجودة شفنا موقفه من مصر والصراع القائم لحد اليوم المصر التركي وحتى التعاطي مع السعودية يعني أنا مرة نحكي أنه هو استدعى الملك سلمان ليحكي معه ما هو شايف حاله سلطان يعني شايف حاله أهم من مئة ملك هو وبالتالي عم بيتصرف على أنه هو زعام أساسية في الشرق الأوسط ولن يكون تابعا للقيادة السعودية أو لملك السعودية وبالتالي كمان أخذت موقف محايد أنا أعتقد أن بجهود إيران وبالواقع السياسي القائم أن السعودية عزلت سياسيا كان في مراهنة سعودية أن يكون لهذه الحرب امتدادات شرق أوسطية من خلال مشاركة الباكستان ومن خلال مشاركة تركيا ومن خلال توريد مصر إذا اقتصرت المعركة ما في حدا كان عارف أنه ما كان حدا يعني يقرأ بأنه هذه الحرب سوف فعلا تمتد في المنطقة الكل كان يعرف أنه هي حجمة ضرب ما اعتبر بجموح الحوثيين وبي يعني أنه كمان الحوثيين اعتبروا في كراءة تقول أنه اعتبروا أنه هن بيقدروا فعلا أنه يسيطروا على اليمن وأنه بيقدروا يكملوا امتدادهم والبعض اعتبروا انقلابهم وصولا إلى قلب عدن وهذا ما شاهدناه وحتى أكثر وأكثر فأنه لا كانت بس يضرب هذا الجموح وأنه القول لهم أنه الأد هي الحدود كيف ضربوا هالجموح ما أحد بدي يشوف الوقائع الوقائع السعودية ردة كيف هو لكي تضح حدا لتمتد الحوثي السعودية حطت أهداف سياسية كبرى لهذا الموضوع وللأسف أنها وقعت في نفس المحظور وفي نفس الخطأ الاستراتيجي اللي وقعت في إسرائيل خلال حرب تموز عم بحكي بالمعنى السياسي يعني اليوم لما دولي بهالحجم ترسم إطار سياسي لحربها أو لعدوانها على اليمن بتحط أهداف أنه أنا لن أتوقف إلا بعد إعادة الشرعية إلى اليمن بعد إعادة الرئيس اللي خلع بعد إعادة صياغة الواقع السياسي أو تركيبة النظام السياسي التي تريدها السعودية في اليمن وبيد أنهي الحوثيين أو نغمت أنزع سلاحهم يعني مثل اللي عملتها إسرائيل مع المقاومة بحرب تموز طيب كيف عم تنجح هاي القصة؟ الواحد بدي يشوف الوقائع أنت عم تضربوا من الجو عم بتقولوا حققنا أهداف أنا بقول وفق المعلومات والوقائع الموجودة فعلا استطاعت السعودية لنكون موضوعيين أن تفاجئ العالم في الضربة الأولى أنه ما أحد كان متوقع أن تتهور السعودية أو نظام السعودي إلى هذا الحد وبالتالي يقوم بهذه العملية ونجح في الليلة الأولى أن يدمر بعض مخازن الأسلحة في مخزن كبير هو للجيش عملياً مش للحوثيين وإلى جانب أمور أخرى استطاع أن يحققها بضرب المطارات وغيرها وبعد ذلك لم تتمكن السعودية من ضرب أي هدف عسكري له معنا في كل اليمن وبالعكس هي موجودة بالجو وعم تضرب بالطيرانها وعلى الأرض يتمدد الحوثيون ويتمدد الجيش اليمني في كل اليمن والآن يكاد يسيطر على كل اليمن وبالأخص على المنافذ الاستراتيجية لليمن على موضوع خليج عدن وباب المندب فبالتالي كل ما يقال من أوهام تبص بعض الفضائيات العربية حول إنجازات وغيرها لا يترجم في الواقع على الأرض لأنه حتى خليني أعطي مثال بسيط تم إخراج منصور هادي بعملية كوماندوس قاموا فيها بكل صراحة البريطانيين كانوا مشاركين أساسيين فيها والأمركان والسعوديين كانوا شكلاً بالموضوع أو القوات العربية اللي هنمسميها بس إنه عملياً كانوا السعوديين طيب ليه ما رجعوا؟ يعني أخذوا لا ما كانوا عم بفكروا لا لا ما أنت لما لما واحد كان يعني بيتابع مع بعض الدبلوماسيين بهون كان فيه فكرة أنه لا لإرجاعوا بعملية إنزال إلى عدن والبقاء هونيكي والقتال أثناء وجوده بالقمة العربية كان الجيش اليمني وقوات أنصار الله صاروا على بداخل عدن وبالتالي ما نجحت كل هالأفكار وكل هالمحاولات السعودية تهزم اليوم على الأرض في اليمن طيب بس هل يربح الحوثيون؟ ربحوا أنا بقول يعني إذا كنتوا عم تشوف هزينة في مكان تعتبر فيه ربح بمكان آخر ولا الكل فعلا هو في خسارة بهذه الحرب لأنه أساسا ما رح يكون إليها مكاسب غير مزيد من تدمير هذا الشعب هذا البلد الفقير وهذا الشعب اللي فعلا مل هذا التقاتل اللي صار عمره من عمر اليمن البعض يقول فأنه شو مين العم يربح أساسا من طرفين؟ أنا بقول شو فيه مكاسب أول شي لا خليني أقول أول شي ما رح تنجح السعودية في ضرب الحوثيين ولا في ليزراعهم ولا في تطويعهم لأنه حالي سياسية تنظيمية عسكرية وأمنية قد تضاهي حزب الله في لبنان وما بدي بالغ إنما لديها القدرات والإمكانيات والتدريب والعزيمة والتصميم هل هذا شي جيد ببلد أن يكون فيه شي جديد؟ لا شي جيد يعني اليوم عم تقروا أنتو البعض يقول تحديدا الفريق الذي يؤيد نحنا جامعية خيرية لا أنه عم تقروا بأموس باليمن كأنه يمن حالة فريدة وأنتو من دون النظر إلى أنه في حالات شبيهة عم بتكون ببلدان عربية أنتم تقفون فيها مع النظام ضد هذه الحالات وهي سوريا يعني اليوم بتشوفوا أنه السعودية كأنه ما لازم تخاف على حدودها ما لازم لازم تترك أنه لو أين يكون هذا النسيج فيه حدا مسلح تنظيم مسلح عم يتقدم ونحنا عم نحكي بلبنان بحماية حدودنا أنتو ما عم تقروا من تجربتنا وتجربة سوريا لا عم نقرأ لا بالعكس لا لا بالعكس عم نقرأ لأنه نحنا مشاركين بسوريا يعني ما ترخدوه في سوريا تقبلونه في اليمن لا 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 وضع مختلف تماما هلا منقول ليش مختلف ليه هلا منقول ليش مختلف بس بالأول الموقف الحوثي خلينا نقول واليمن اليوم اللي صار بشكل عام لأنه ما عاد فيه يعني اليوم عم تصير مظاهرات بكل المحافظات كما هي في صعدة وبالتالي ما عادت المسألة تتعلق بفئة أو بمجموعة أو بطرف ما داخل اليمن لا صارت القصة تتعلق بكل الشعب اليمني لأنه أكتر خطأ ارتكبته السعودية بهذا الموضوع هو أنها حولت الحرب بين السعودية واليمن ما عادت القصة بين السعودية والحوثيين رغم كل ما يقال في الإعلام لأنه اللي عم ينسقطوا بالغارات في المحافظات الأخرى من أطفال من نساء من رجال من كبار من صدر هذا حال كل الغيرات الجوية لا مش حال هذا البعض يقول أنه ليش اللي عم يسقطوا بالقصف الجوي في سوريا معه كله كمان مدنيين بالحروب المدنيين للأسف هم أول الضحايا هلأ منحكي عن سوريا بس عم نحكي اليوم كل اللي عم يسقطوا عم يسقطوا من كل الشعب اليمني وليس من الحوثيين وأنا أستطيع أن أجزم بأن الحوثيين حتى اليوم هم أقل فئة متضررة نحكي كبنية تنظيمية عسكرية أمنية أقل فئة متضررة من هذا الموضوع أنا أعتقد أول مكسب استراتيجي حق أقول يمنيين اليوم بهذا الموضوع هو أنهم استطاعوا أن يتفلتوا من الضغط والنفوذ السعودي اللي كان ضاغت عليهم لسنوات طويلة كل حياتهم من بداية وجود نظام آل سعود عدا عن مسألة اقتطاع جزء من أراضي اليمن وغيرها اللي تم تجاوزها وصار فيه ترسيم للحدود أيام علي عبدالله صالح وغيرها تحديد وترسيم لاحقا للحدود وبالتالي تم التنازل عن هذا الجزء من اليمن ما في مشكلة عم نحكي بالواقع القائم اليوم تحرر شعب اليمني فعلا من النفوذ السعودي ومن الطغيان والسيطرة السعودية على مقدرات حياته السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية لأنه شعب عايش وكأنه هو شغلته عملته أن يخدم السعودية بس هذا كان دي كمان من قبل من قدم الطاع هنا هو علي عبدالله صالح اللي هو اليوم حليف الحسيين لا ما خليني أقول حليف هو عم يعمل مصالحه وهني عم يستفيدوا من تقاطع المصالح معه وهذه حربه الواحد بكل حرب يحاول يخفف أعدائه وإذا فيه يستميل أو يحيد على الأقل بعض منهن أو يستميل بعض منهن حتى الانتصار تاني أمر لن تعود اليمن كما كانت هذا أمر تحقق يعني لن تكون للسعودية الرأي الوحيد والنافذ في إعادة تكوين السلطة في اليمن سيكون هناك أطراف أخرى بالأول رح يكون العامل داخل العامل الأساسي أنا أعتقد مستقبلا والأمر الآخر رح يكون فيه تسوية إذا حصلت وهذا ما يدعو إليه الإيرانيون حتى اليوم تسوية داخلية برعاية إقليمية إنما لن تكون السعودية يا ساحبة الكلمة الأولى هل سيكون الحوثيون؟ وقد تكون الأضعف لا الحوثيون أصلا كل المشروع اللي هني بدأوا انطلقوا منه كان مبني على مبدأ الشراكي مشكلة بأن السعودية من خلال أزلامها في اليمن لم تقبل بمبدأ الشراكي واعتبرت أن هذا الأمر يسكل خطر استراتيجي بس هدى عمين عم نحكي من أزلامها مش علي عبد الله صالح؟ يعني عم نقول علي عبد الله صالح علي عبد الله صالح أنا ما عم برقه وما بيعني لي شي بس أنا عم أقول اليوم فيه تقاطع مصالح معه وبالتالي السياسي مشكلة يعني ما كمان لواحد بد يفكر بهذا الموضوع بس كمان لابد أن يحاسب على تاريخ هو الأساس فيه بس هو مش ريك فيه هو أساس هذا التاريخ الأساسي هو لا مستقبل له في اليمن أنا أعتقد هو كل ما قام به كونه ابنه أحمد يمسك بشزء أساسي من الجيش اليمني عمل صفقة سياسية مع الحوثيين ومع قوة أخرى موجودة حتى في الجنوب بأن بكون ابنه هو جزء من يعني الحضور السياسي أو الواقع السياسي في المرحلة المقبلة حكما هو لن يكون له أي مستقبل بس ابنه موجود وموجود بالحال السياسي يضرب ثورة اليمن التي تقامت على شعار لال التوريس وتحديدا توريس الرئيس علي عبدالله صالح ما في توريس لابنه أحمد ما في توريس يعني اليوم عمول الفاسيين الديل اللي كان الشعب اليمني سار عليه أنا خليني أقولك الشعب اليمني لا يختصر بتوكل كرمان يعني كمان ما يسرعون لنا رأسنا الغرب وكذا بأنه بياخدوا واحد من اليمن بيعملون لنا أنه والله الشعب اليمني وبعدها شفنا اليمن بشو فاتت كله تمثيل كان على الناس الثورة الحقيقية في اليمن هي ما يحصل اليوم أنا ما عمقول أنه ابنه سيرثه أبدا أنا عمقول ابنه سيكون حاضرا في الواقع السياسي انطلاقا من القوة الميدانية اللي أظهرها واللي ستحفر له موقعا ومكانا في الحياة السياسية في المرحلة المقبلة علي عبدالله صالح لن يكون مش مكافأة مش مكافأة هو جزء لقدم لتنازل عن أراضي يمنية ما كلنا بدنا نتذكر كمان أنا ما عمبرقه علي عبدالله صالح هو منبعه أرض اليمن للشعب اليمني أنا برجع أنا برجع أبنه خلينا بس أبنه بلحظة قوة ساهم في تقدم أنا ما عمبرقه بس أنا عمقول بهذا التوقيت بكون من الغباء أن يقوم الحوثيون بالصدام مع جماعة علي عبدالله صالح أو مع الجيش اليمني لأن هذا لن يخدم إلا الأهداف السعودية وبالتالي أنا بأعتقد قاموا بما يمليه العقل والتفكير السياسي الصحيح بأن عقدوا صفقات سياسية تحالفات سياسية لإنجاز هذه المرحلة المرحلة المقبلة بيفرزها الواقع السياسي أنا عمقول شو طموحات علي عبدالله صالح بأنه يحاول أن يحفر لابنه مكانا في الواقع السياسي في المرحلة المقبلة يمكن تصح ويمكن ما تصح المسألة هذا لا يبرق على عبدالله صالح من كل ارتكاباته السابقة هذا لا يبرقه بس لما يكون الأمر قائم على هذا التفكير بما أنه اليوم قوي فلابد أن يكون شريكا في المرحلة المقبلة ما دخل قصة قوي قصة قوي كان ضروري أن الجيش يصير جزء من المواجهة وإلا كانت نجحة السعودية في تحويل هذا الأمر إلى مواجهة مذهبية داخل اليمن الإنجاز الذي تحقق من خلال هذه العلاقة هو إجماع القوى السياسية ومن يمتلك القوة على الأرض في اليمن في مواجهة العدوان السعودي والذي نسف وحده من الطموحات أو وحده من الأهداف السعودية بتحويل الحرب إلى حرب داخلية بعده اليوم الإعلام السعودي يتحدث عن أنه والله مجموعات هذه كذا ما عد في شي في القاعدة بعدهم اللي عم بيقاتلوا بقلب السعودية بكل المواقع اللي عم بيقاتلوا الجيش اليمني والحوثيين من الجهة الأخرى هن القاعدة لو عنده بعد عشر زلم مثل ما بقولوا منصور هادي كانوا على الأليل يعملوا له أنزال ونزلوا وقعدوا بعدا وعملوا شوية شرعية أو معنوية لوجودهم نهاية هذا الموضوع شو رح تكون؟ نهاية هذا الموضوع أنا بعتقد هزيمة كبيرة للسعودية وانعكاس هذا الأمر على وقعها السياسة الداخلية أنا بعتقد يعني الواحد إذا بدي يستشرف المرحلة المقبلة في اليمن أنا بعتقد السعودية ستذهب إلى أزمات سياسية كبيرة على المستوى الإقليمي أولا بعد هذه الحرب ستفقد السعودية أو هي فقدت الآن في دخولها في هذا العدوان وقيادتها لهذا العدوان فقدت أولا مرجعيتها الإسلامية أن تقول السعودية أنها تمثل مرجعية إسلامية هي بلد اللي بتلجأ له أو هذا النظام هو اللي بيلجأ له المسلمون في العالم عند الاختصام بيناتهم وعند الصراعات أو قيام صراعات وبالتالي هي الراعي لتسويات على المستوى الإسلامي سقطت السعودية في هذا الموضوع الأمر الآخر أنا أعتقد أن هذا الموضوع سيؤدي أيضا إلى ضعف السعودية على المستوى العربي رغم كل ما عم نشوفه اليوم لأنه في قوة أو في دول عربية أساسية خلالنا نحكي مثل العراق وسوريا الجزائر حتى مصر تحكي بالدول اليوم صار لفترة فقد الدورة لا بس صندق لبس صندق هذه الدول بالحروب الداخلية هلأ هاي الفترة أنا عم بحكي بالمستقبل بس عم بحكي شو تداعيات هذا الموضوع اللي بلشت تتبين ملامحه السعودية اليوم حتى على المستوى العربي لم تكن في السابق على المستوى العربي قوة تخريب مباشر كان إلى أصابع هاي إجرامية في بعض في بعض البلدان بمكان ما بدعمها لصدام إحسان بأمور كتير إنما مكانت هي مباشرة دخلت في هذه الحروب اليوم السعودية هي جزء من الحروب في المنطقة العربية وبالتالي تحولت إلى طرف وأيضا فقدت مرجعيتها على المستوى العربي النقطة الثالثة أنا بأعتقد أنه مستقبلا سيثار فعلا مسألة أن الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية أو على أرض المملكة العربية السعودية من الكعب والمدينة أو مقام النبي عليه الصلاة وآله السلام في المدينة المنورة كل هذه الأمور ستطرح مستقبلا من يرعى هذه الأماكن إذا كانت السعودية ستتعرض كما حصل من أيام عديدة فيه أو الشعب السعودي أو بعض الأزلام النظام عشان ما نجمل وأنا ما بحب أعمم للشعب السعودي أزلام النظام تعرضوا لبعض المعتمرين اللي عائدين بمطار جدة اللي عائدين إلى طهران وبالتالي سيطرح هذا الأمر مستقبلا أن هذه الأماكن المقدسة من يرعاها من يحميها ومن يؤمن وصول الحجاج والمعتمرين إليها والزائرين إليها دون أن يتعرض لأزية من أزلام النظام السعودي كل هذه أسئلة أو كل هذه أمور مطروحة في المرحلة المقبلية رح تابع معك بعد الفاصل هل حزب الله في اليمن كما البعض يروج بأن حزب الله أيضا يقاتل في اليمن كما الإيرانيين وفي ظل هذه العنوان المتشنجة في لبنان وكل المحاور اللبنانية إلى آين بعد الفاصل مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع العلامي والسياسي محمد عبد الأستاذ محمد لابد من إشارة بأن الآن وصلت الطائرة التي تقل السائقين اللبنانيين الثمانية العائدين من الأردن إلى مطار بيروت وذلك بعد أثرهم لفترة من الزمن زميلتنا نوال بري بانتظار أن تكون جاهزة مباشرة من مطار رفيق الحريري الدولي سوف توافينا بأبرز التفاصيل وسنكون في نقل مباشر مع نوال لكن بيصل هذا الكلام والسقوف العالية والخطابات النارية البعض يقول حوار حزب الله المستقبل مستمر يعني كيف يوم يمكن نقنع قاعدتين شعبيتين بأن كل هذه اللغة من التخوين إلى وصولا إلى أسوأ العبارات التي استخدمت كيف فينا نرجع أنه ما في أسوأ العبارات من الطرفين السياسيين بعدهم عم يحكوا بأنه الخواعد صارت بميلي والقادة بميلي تاني لا خلينا أقول الحواشي اللي يعني بيطلعوا بيحكوا بالأعلام حواشي الطرفين هني هاودي ممكن يبالغوا يعني بنوعية الكلام بالتهجم بالسباب بكذا ما لأ علاقة بهالموضوع أنا عم بحكي الطرفين السياسيين يعني بحكي حزب الله وطيار المستقبل لحد اليوم بعده الخطاب السياسي مقبول وبإطار الكلام السياسي مصرفي لا كلام تجريح بالمعنى ولا كلام خليني سيد نصر الله سمحت سيدي أو يصف السعودية بالتنامي كسائلة أنا عم بحكي أنا عم بحكي عن الطرفين يعني يعني عم بحكي كلام حزب الله تجاه تيار المستقبل وكلام تيار مستقبل تجاه حزب الله بس اسمح لي سيد محمد أن ننتقل مباشرة إلى زميلة نوال بري الموجودة في مطار رفيق الحريري الدولي لمتابعة وصول السائقين العائدين من الأردن سباح الخير نوال تفضلي نعم نانسي وصلت الطائرة التي تقل السائقين الثماني إلى مطار بيروت الدولي حيث سيصلونها إلى قاعة الشرف في مطار بيروت الدولي وكان في استقبالهم منذ بعض الوقت وزير الزراعة أكرم شهيب على أن يصلوا معا إلى هنا ليكون لهم حديث عن ما جرى في هذه الأيام خلال هذه الأيام وعن المساعة التي قامت بها الدولة اللبنانية لوصولهم آمنين سالمين إلى لبنان الجدير بالذكر نانسي أن الثمانية بالفعل وصلوا سالمين ولكن هناك صائق آخر لا يعرف عنه شيء حتى الساعة وهو حسن الأتات أكد وزير الزراعة أنه لا معلومات عنه حتى الساعة ولكن أيضا المساعي مزالت قائمة حتى معرفة المزيد عنه أو أي معلومة عنه أيضا عائلات الصائقين وصلوا وهم في استقبالهم الآن على أن يصلوا بعد قليل إلى قاعة الشرف كما ذكرت أيضا أود أن أشير نانسي لأن وزير الزراعة كان قد أكد أن رئيس الحكومة قد قام بمساعي حتيثة لوصولهم آمنين وأن السلطات الأردنية أيضا ساهمت وتعاونت بشكل جدي لخروجهم من معبر نصيب أيضا تحدث عن أن وزير الداخلية نهاد المشنوق قام باتصالات عدة أمر ذكره وزير الداخلية أمس كنا قد رأينا تصريح له على تويتر قال أن السلطات الأردنية تجاوبت بشكل كبير مع مساعي الدولة اللبنانية إذن كلمة الوزير الزراعة ستكون بنيابة عن رئيس الحكومة تمام سلام الذي كما ذكرنا هو من قام بهذه المساعي كلها لوصولهم إلى لبنان نحن ننتظر إذن ننسي وصولهم لا أدري إذا كنتم تودون الانتظار أم نقطع حتى وصولهم نعم نوال سنعود إليك طبعا فورا وصول السائقين العائدين من معبر نصيب الأردني الحدودي الأردني وطبعا ستكونين في نقل مباشر معهم شكرا لك نوال سيد محمد بانتظار وصول السائقين اللبنانيين كنا نحكي عن الحوار بين حزب الله وطيار المستقبل تتوقع إذن استمرار هذا الحوار مهما على نرجع أقول أنه نبرأ بين الطرفين صار فيه سجال سياسي بين الطرفين ما صار فيه يعني عم بحكي كأحزاب كبيانات من الطرفين كتصريحات من الطرفين هلأ كل واحد عم بهاجم الجهة الإقليمية اللي هو خصم لها هذا أمر آخر بس أنا أحكي بيناتهم لذلك أنا لا أرى أن هناك أفق للتصعيد بين الطرفين على المستوى الداخل اللبناني وسيعودان إلى الحوار حدثتك أنتكي أبيش راي عن الأماكن المقدسة في سعودية الآن وكالة أنباء الطلبة تعلن أن إيران توقف رحلات العمرة إلى السعودية بسبب مزاعم تحرش جنسي بحسب يعني ما نقل عن وكالة أنباء الطلبة في خبر عاجل الآن طبعا هذا موضوع سيطرح في المرحلة المقبلة من يدير هذه الأماكن ومن يؤمن الوصول الآمن للمعتمرين وللحجاج إلى هذه الأماكن لذلك أنا قلت تداعيات هذا الأمر على الداخل السعودي ستكون خطيرة جدا وكل المشاريع التي كانت السعودية جزء منها في المرحلة السابقة لتقسيم المشرق العربي وللعب في دول المنطقة العراق سوريا لبنان وغيرها أنا أعتقد سترتد إلى الداخل السعودي أمام السعودية أزمي كبير جدا مستقبلا أستاذ محمد سألته نوال كمان السؤال اللي ما جوا بشكل كامل عليه وزير الزراعة أنه ليش بالسعودية العالم ما تطلع يعني ما فهمنا أنه ما في طيران ما في طريقة لا أنه بنشيلهم طيب طالما هني بوضع آمن داخل السعودية كما وصفت معالي والتسهيلات والإقامة كذا في إمكانية لنقلهم بسيارة لأحد المطارات وحطهم بالطيران المدلس ما في منذيش هو صعبي يعني سار أنه يجي لا أني ولا أنت ولا الرأي العام اللي هم يسمعنا فهم أنه أصرت نوال عليه أنه ليش ما بيقدر يكون روضا ما بعرف بس المهم تشكرنا المملكة العربية السعودية أنا دايما دي شكر ما في أسطر منا دي متابعة دي موضوعنا انتخابات رئيس جمهورية بتتوقع أنه بعدها بالأفق في لبنان صعب جدا أنا بأعتقد يعني الواقع اليوم صار أصعب نتيجة يعني تأجج الصراع الأقليمي اللي حكما والدولي اللي حكما بشكل أو بآخر له بصمات بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية وخصوصا أنه يعني تماني أدار وتحديدا حزب الله يتمسك بترشيح العماد ميشيل عون للرئاسي وبالتالي في فيتو سعودي من الجانب الآخر لا بأعتقد نحن دخلنا بعدنا بمرحلة التعقيد ويمكن تأزمت أكتر هلأ أكتر إلى ما بعد حزيران هلأ ما في الواحد يحدد أوقات يعني ما بعد حزيران إذا المقصود منها موضوع الاتفاق النووي الإيراني الغربي بشكل عام إنما هذا الموضوع يعني حتى ترجمة الاتفاق وتدعياته على المنطقة ما راح تكون سريعة خصوصا أنه الجانب الإيراني تحديدا مثلا من أيام السيد علي خامن كان بأكد خلال استقباله لأحد الوفود أنه لم يتم التفاهم أو التطرق إلى أي مواضيع تخص المنطقة غير موضوع الملف النووي الإيراني وبالتالي أضايا المنطقة ليست على طاولة التفاوض اليوم حتى ولو كان في تحليلات وفي إشارات كثيرة إلى أنه هون صار في تفاهم كذا إنما هذه تفاهمات موضوعية تفرضى الواقع الأمني والعسكري مثل اللي عم بصير اليوم بالعراق نحن نصل لنهاية لقاءنا معك السياسي والإعلامي أستاذ محمد عباد